في نهاية بحلطنا شفنا اراء طول الناس. شفنا رأي رجالة كلها في الرحلة المرة دي. هيا نشوف بقى رأي البنات في الرحلة. وقال عجباتهم في رحلة ولا لأ. معي استاذة هناء. اتمنى كون بسطت يعاني في رحلة? بسطت جدا جدا جدا. رحلة جميلة. استاذ عادل خلوم جدا. ما بيسيبش حد في المطار. وقت معنا في كل حاجة. شفنا كل حاجة في جزا هوستل. كل واحد مختلف عن الكلام وكل واحد يطابع. طبعا ختمت في الاخر بالكابسولة. اول مرة في حياتنا نعيش في كابسولة. بجد والله العظيم يعني وشوفنا بلاد الصراحة. انا مكنتش احلم ان انا شوفها. وكل بلد ليها طابع بتاكلها وفي حياتها وفي الناس بتروحها وكده. بس كانت رحلة ممتعة ونتمنى نتنع معاها دايما وعلى طول يا رب. ايه رأيك في الهوستل? الهوستل كل الانواع الهوستل الصراحة الفكرة الهوستل انت جربتها. والله انت اول مرة في حياتي ايه اجربها بس حاجة يعني ممتعة ومش وحشة. يعني جربية تاني. ان شاء الله بإذن الله نحوش بس كده تطلعات تانية. ان شاء الله. تطولي ايه للناس حاجة كده لتطولينهم لو حد شاب معنا تانية. يعني بجد هي رحلة مش روتينية مش زي رحلات السياحية اه يبقى في حاجة محددة لأ هي في حاجات كمان بتطلع في دماغنا كده فجأة بنعملوها ممكن تطلع في دماغنا نسافروا برضو بلد ما كدش محطوطة في الخبطة ونتلحها ودي كنا هنعملوها بس يعني ايه ما حصلش نصيف فهي رحلة مش مملة خالص يعني كلها فيها حركة وحيات. اطلع يا صاري. اشكرك. اطلعك. اطلعك. شكرا جزيلا. هيا نشوف باقي الجروب ونشوف الناس. شوفتوا الناس في اللايف والنسة الحمدد انبسط. هنشوف باقي مع بعض وان شاء الله رح حاجة اكتر بكبير مع بعض ان شاء الله.